موسيقى سادسة صباحا بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء صدقت الدورة 58 لمجلس وزراء الصحة العرب على مقترحة الجزائر المتعلقة بإنشاء وكلة عربية للتنمية الصحية والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة اجتماعات المجلس التي احتضنتها وترأستها الجزائر وافقت على احتضان الجزائر مقرات الهيئتين الجديدتين تجاوز الفائض التجاري للجزائر حاجز 18 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل عدز ب790 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2021 بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع وفد من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية روساطوم بحث فرص التعاون لسيما في مجال الاستخدامات الطبية للطاقة النووية وافد بيان للخارجية ان المباحثات تركزت على واقع علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية كومينا وشركة روساطوم في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير نشطة للأغراض السلمية وأفاق تطويرها أدانت الخارجية الفلسطينية إلغاء الكيان الصهوري ما يسمى بقانون الانفصال في خطوة أساسية على طريق شرعانة العديد من البؤر الاستيطانية شمال الضفة الغربية واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك تصعيدا خطيرا في لوضاع على ساحة الصراع واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الصهيوني لوقف ما وصفته بالعبث والتخريب الرسمي ميدانيا اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني 18 شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وأفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن حملة الاعتقالات شملت 8 فلسطينيين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم كما اقتحمت قوة الاحتلال الصهيوني عددا من المنازل الفلسطينية غرب جينين وشنت حملة مدهمة واسعة في المنطقة قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ان مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق خاصة ما تعلق بالمعارك في بخموت وحولها زيلنسكي في خطابه الليلي الاثنين اشار الى ان الوضع في الشرق الاوكراني صعب ومؤلم جدا داعيا الى تدمير القوة العسكرية للعدو وفق وصفه في المقابل استبعدت الرئاسة الروسية التوصل الى حل سلمي في اوكرانيا ما لم تعترف كييف بالحقائق الجديدة للوضع وبكر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف انه انه من غير الوارد التوصل الى حل سلمي مضيفا ان موقف روسيا بشأن انهاء الاعمال القتالية معروف جيدا ويتعلق باعتراف اوكرانيا بالحقائق اقول الجغرافية الجديدة نددت الصين ببرنامج تعاون الضخم بشأن الغواصة النووية الذي اطلقته الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا محذرة من سلوك هذه الدول طريقا خاطئا وخطيرا الى ذلك قالت موسكو ان اتفاق الغواصات ضمن تحالف اوكوس سيؤدي الى مواجهة تستمر لسنوات في اسيا انتهى الموجز تبقى روابطنا الظاهرة اسفل الشاشة في خدمتكم الى اللقاء